لحكومة الارتجال نقول قرار الستين معيب استوردوا عمالة تقاوم الزمن لعلكم تفليحون افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله كأن الحكومة تقول لنا بأعلى صوتها ادفع الثمن مثنى وثلاث ورباع ولن نصلح الخراب الذي تحدثه قرارات ارتجالية غير مدروسة يسنها مدير عام لا صوت له غير إدارة شؤون إدارته فيما السيف سيبقى مصلط على الرقاب مهددا بأسوأ العواقب هذه حالنا بعد سلسلة قرارات متخبطة ومنها عدم تجديد إقامات الوفيدين الذين بلغوا الستين عاما أو غيرهم وحرمان الكويت من خبرات تمرست في إدارة مشاريع عدة وموظفين أثبتوا على مدار السنوات أمانتهم وساعدوا القطاع الخاص على تخطي التحديات فكانت المكافأة بترحيلهم هل درست عواقب مشروع تعديل التركيبة السكانية وما سيتركه من سلبيات على الاقتصاد الوطني ومنها على سبيل المثال العقار الذي شرف اليوم على الانهيار وهل الدولة ستعود المواطن عن التكلفة البهضة التي يدفعها ثمنا لهذه القرارات أم أننا سنكون أمام تجارة إقامات من نوع آخر وأحلال آخرين بدلا ممن أبعدناهم وفي هذا نكون لا تبنى ولا غدا الشر لنتحدث في هذا المجال عن السعودية أو الإمارات كي لا يستفاز بعض الذين لديهم حساسية من القرارات المفيدة والصائبة التي تتخذها الدولتان بل سنأتي بمثل من سويسرا صاحبة أكبر أقوى الاقتصادات حيث تبلغ نسبة الوافدين 60% من عدد السكان وكلهم يعملون في الصناعة والزراعة والفندق والخدمات عموما بينما المواطن يعمل في وظائف وصناعات محددة أما الذين تخطوا الستين عاما من غير أبناء البلاد يحصلون على الجنسية إذا أثبتوا قدرتهم ومهارتهم وينفقون ما يجنونه فيها وما عليهم إلا التأمين الصحي لضمان الطبابة في مستشفيات القطاع الخاص ويساهمون في الدورة الاقتصادية فهل تفوقت الإدارة لدينا في التخطيط التنموي على هذه الدولة المتقدمة وهل راجع الذين وضعوا هذا القرار مدى انسجامه مع الدستور والقوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية الموقعة عليها الكويت للأسف إن الحكومة تتابع لعبتها القديمة في ترك الأمور لصغار الموظفين بينما هي لا تجرؤ على تحريك ساكن لذا تزداد خسارة البلاد يوميا فالإدارة المالية ليست بخير ولا صحة كذلك أما العامل الأهم في الاستثمار الوطني وهم الوافدون الذين يعتاش عليهم اقتصادنا ويشاركون في دورة رأس المال فأننا نقفل البلاد بوجههم فمن سيأتي إليكم وهو لا يشعر بالأمان والاستقرار نصف العمالة التي يتم تسهيل دخولها توظف لرفاهية المواطن السوقون والخدم والطباخون والمزارعون وغيرهم كثر وهؤلاء يسكنون في بيوت المواطنين بينما أولئك الذين تسعون إلى ترحيلهم فيستأجرون الشقق ويشترون من الجمعيات والمحال المملكة للمواطنين ويدخرون أموالهم في بنوكنا المحلية فهل يدرك من وضع القرار ماذا يعني كل هذا؟ في كل دول العالم هناك إدارة رشيدة تدرك جيدا كيف تستفيد من هذه المهارات بل أيضا توظفهم كجاذب لرأس المال الأجنبي الذي سجل في الكويت خلال العامين الماضيين أسوأ المؤشرات وارتفع معدل هروب الاستثمارات الوطنية إلى الخارج نحو 400% ورغم ذلك يستمر التضييق على القطاع الخاص والمستثمرين وأصحاب المهارات وإقفال مصالح عدة لأن الذي يديرها بلغ الستين عاما فيما في الإمارات يعطى هؤلاء إقامة ذهبية هل تحولت الدولة رب عمل للقطاع الخاص؟ تحدد من يوظف فيما هذا حق أرباب العمل هم يختارون من يشغلون وربما يعتمدون على الخبرة وهنا أشير إلى قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي أصدر أمرا تنفيذيا للمؤسسات الرسمية لتوظيف أصحاب المهارات بدون النظر إلى الشهادات في السعودية وضعت الحكومة سياسة واضحة لهذا النوع من العمالة وأرغمتهم على دفع رسوم عقولة لمن هو قادر ومستفيد أما غير القادر يغادر وكذلك فعلت الإمارات والبحرين وقطر أما في دول الاتحاد الأوروبي فلهؤلاء معاملة خاصة فيما تكتفي حكومتنا بتسليمهم قرار الترحيل وتزيد من معاناة المواطن الذي سيتكبد المزيد من الخسائر مستقبلا في وقت تزيد من التسهيلات لعملة الرفاه لذا نسأل لماذا كل هذا التخبط وهل نحن من الجنس الآري نميز أنفسنا عن البشر ألي هذا الحد أيها المسؤولون تكرهون الكويت ولا تريدون لها الخير كي تصن المزيد من القرارات القاتلة للاقتصاد الوطني يليت قادة البلاد يقرؤون هذا الكلام ويدركون إلى أين تأخذنا قرارات التخبط والارتجال